كشف طه توفيق رابح القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر عن حدوث انفجار شمسي كبير يعتبر الأكبر خلال دورة النشاط الشمسي الحالية وقع هذا الانفجار يوم الخميس الماضي في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة وأوضح رابح أن الانفجار الشمسي تم رصده محاطا بالهالة الشمسية من جميع الاتجاهات مما يعكس قوته وتأثيره من جانبه أكد طارق عرفة مدير المراصد المغناطيسية بالمعهد أن تأثير الانفجار كان واضحا في كل من منطقتين المسلات شمال الفيوم وأبو سنبل في جنوب مصر حيث رصد ارتفاع مفاجئ في قيمة المجال المغناطيسي الأرضي بعد الانفجار وذلك في الساعة السادسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي وقد نتج هذا الارتفاع عن الضغط الكهرومغناطيسي الذي أثر على المجموعة الشمسية وأشار عرفة إلى أن قيمة المجال المغناطيسي عادت للانخفاض مرة أخرى بعد ساعة من الارتفاع كما توقع حدوث عاصفة مغناطيسية قوية قد تستمر ليوم أو يومين نتيجة لوصول رياح شمسية عالية الطاقة من الانفجار يوم السبت الخامس من أكتوبر وتستعد المراصد المغناطيسية لتسجيل هذا الحدث نظرا لأهميته العلمية